من ناحية تانية أخبار نادي الزمالك الزمالك بيطلب من محمد أبو جبل حسم حسم موقفه من التجديد وكمان بيحذره من التسريبات اللي حصلت في الفترة المضاية كان فيه كلام تسريبات صحفية كتير يتقال إنه محمد أبو جبل بيرامدز بيفوضه محمد أبو جبل قريم من بيرامدز محمد أبو جبل عادو هينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم فالكلام بدأ يدور على محمد أبو جبل في هذا الإطار ونادي الزمالك شاف أن محمد أبو جبل هو اللي بيسرب هذه المعلومات عشان كده حذره من التسريبات وطلبه أو طلبه بحسب موقفه تماما من التجديد أو عدمه طيب بسبب الكمة الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد التعاقد مع السنائي ونجم وبن شرقي ملف مفتوح تحديدا بن شرقي يعني حطه نجم على جن ممكن يمدي أو ما يمديش مش هيفرق كتير مش بقول إنه هو لعب ساي لعب كبير ومهم جدا بس بالنسبة لجميع النادي الزمالك والتشكيلة نادي الزمالك والأهمية اللاعب والأهمية وأهمية اللاعب في نادي الزمالك فأنت بتتكلم بين شرقي أكيد مهم جدا بين شرقي خطير جدا وبين شرقي مؤثر جدا في تشكيلة الزمالك عموما الزمالك قال إيه ده شوية في موضوع بين شرقي إيه ده شوية في موضوع ونجم عشان مطش القمة عشان الأمور تبقى فيها تركيز بالنسبة لللاعبين في مباراة القمة أمام النادي الأهلي ملف أشرف بن شرقي وتجديد أشرف بن شرقي ملف أنا متأكد أنه مزعج جداً لجمهين نادي الزمالك مزعج جداً أكيد لإدارة نادي الزمالك اللي عايزة ترتاح عايزة تحسم الموقف لا عم مؤثر ولا عم مهم ولكن يعني عشان جمالي الزمالك ما تزعلش مش ده بالنسبة لأشرف بن شرقي وده بالنسبة لأونجم